السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعى الكريم من المغرب يسأل يقول استيقظته وأنا جنوب وأردت أن اغتسل فخفت أن يخرج الوقت فتوضأت وصليت الصبح ثم اغتسلت بعد ذلك فما حكم الصلاة نقول لها الكرام الفضلاء القاعدة تقول أنه لا تصح الصلاة بغير الطهور أو بغير الطهور والقاعدة تقول أيها الكرام الفضلاء أن النص محكم عند نزول المسألة أن النص محكم عند نزول المسألة والقاعدة تقول إنه لا يعدل إلى الفرع في وجود الأصل والقاعدة تقول أن إدراك الوقت لمن نام عن الصلاة معذورا غير قاصد هو وقت استيقاظه وعملا بذلك نقول إن هذا الفعل لا يصح أعني أن تتوضأ وأنت جنوب ثم تصلي خشية خروج الوقت فهذا الفعل لا يجوز الصلاة باطلة إجماعا والصلاة باطلة إجماعا وعليه عليك أن تغتفل ثم تصلي ولو خرج الوقت نسوق في ذلك الأدلة الأدلة في قاعدة لا صلاة بغير الضهور قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأرسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبيت الآية ومن القول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من عسى بي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا فدقة من غلول فبالنسبة للحديث الأول إذا أحدث يعني الحدث الأصغر وبالنسبة للحديث الثاني فهو معناه الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر وهنا لما كان قد استيقظه وهو محدث حدث أكبر فعليه أن يغتل له وإن كنتم جنوبا فالطهروا وإن كنتم جنوبا فالطهروا فالطهارة من الحديث الأكبر تكون بالاغتسال ولو خرج الوقت وهذا اختيار جمهور العلماء واختيار الشيخ رسام التيني في الاختيارات واختيار الشيخ بن عثامين والشيخ بن باز رحمة الله على الجميع وقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه في هذه المسألة من حيث أبقى تأدى الذي غهر سنن جميعا أبو داود الترمذي ونسايا بن مادو صحب العالم الألباني قال عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة ونام عنها فيصل لها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وعليه كانت القاعدة أن وقت الاستيقاظ هو وقتك وإن خرج الوقت الحاصل إذن هنا أنك ترتفل وتصلي وإن خرج الوقت ولا حرج عليك ولا تفريب لأنك معذور والقاعدة تقول المشقة تجرب التسير والقاعدة تقول إذا ضاق الأمر اتفع والقاعدة تقول إذا استفر الإنسان وزعه في الأمر فلا تثريب عليه وبما أنك معذور فإن الشريعة تغفع عنك الحرج القاعدة تقول ما جعل عليكم في الدين من حرج هذا من سعة الشريعة ومن حسنها وكل شريعة الإسلام حسنة وفيها وفيها السعة وفيها السعة تتم تد الفائدة حتى نوضح هذه المسألة أن الإنسان له أن يتيمم إن استيقظ جنوبا وليس أن يتوبأ ولكن ذلك في حالات إذا كان مريضا والاغتسال يهيكه وإذا خشي الحالكة أو إذا كان الجو باردا وليس عندهما يدفئ الماء وإذا اغتسل في هذا الجو البارد فإنه يهلك في الحالة هذه يتيمم ويصلي وليس له أن يتوبأ ما في أبدا شيء اسمه إنك إذا أخضحت جنوبا تتوبأ وتصلي ما في هذا إنك أن تتيمم وهذا في حالات التي ذكرناها وهذا ذكر شهر إسلام ابن تيمية ودليل ذلك قصة عمر بن العاص في صرية ذات الصلاة لما أصبح جنوبا لصلاة الفجر فتيمم وصلى بهم وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عن أصحابه أجمعين فلما رجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام سأله في ذلك فاستدعى عمرا وقال لما فعتذلك قال خشيت الهلكة يا رسول الله والله عز وجل يقول ولا تقتل أفوسكم إن الله كان بكم رحيما فسكت النبي عليه الصلاة والسلام والقالة تقول أن السكوت إقرار السكوت إقرار فدل ذلك على أن الإنسان له أن يتيمم إذا استيقظ جنوبا لعذر وليس رو أن يتوبى أبدا ما ورد في ذلك بل كما قلنا إجمع أهل العلم أن من استيقظ جنوب الفتاة وبه فصله وصلاته باطلة هذا ما في السريرات وتهي أدد عن الله على ذكره الصماري بن حمد أله وصحبه والسلام والله ورحمه 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 كل درعبنا ونفعنا 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 بمعالم تنوزة العلون وتوفيقا وسدادا ورشادا يا رب العالمين تمتحكم صوتيا في ظهيرة يوم الخميس يوم الترفع في دعم وإستحاب في الصيام لثلاثة الخدو ونزل القيادة أو ذيل القاعدة كلاهما لغتا بالفتح والحرام لعام إحنا واربعين واربعمائة 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 في عدنا علي الصلاة والسلام